ازايكم عاملين ايه انا رندل فزاري فنية تشكيلية دي قناتي لتعليم الرسم والاشغال اليدوية لأول مرة تابعني او لسه مش عامل سبسكرايب للقناة يلا عملو بسرعة فعالو الجرطة اشتركوا لكم كل الفيديوهات الجديدة هنعمل النهاردة الشنطة اللذيذة دي تنفع طبعا في رمضان وغير رمضان اه ممكن تغيروا القماش الخيامية ده باي لونتاني هنستخدم القماش الجوخ انا بحبه جدا من الخامات اللي بحبها جدا 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 ومن زمان جدا وانا بعمل بها حاجات هوريكم بعض الحاجات اللي انا عملاها بالجوخ بجيب منه تقريبا اغلب كل اللون بلا ايه بيعجبني بجيب مش اللي قدامك دول بس لا عندي الوان كتير جدا اه هوريكم ممكن نعمل وبعد جدا نبدأ نعمل الشنطة بتاعتنا اه في حاجات جديدة شوي وفي حاجات قديمة قوي هتلاقوا في حاجات باين عليها كده بسوا كل ده من الجوخ وفي حاجات كمان كنت عملاها معنديش نمازج وينها دي شنطة زي اللي هنعملها النهاردة الوان مختلفة اهو بسوا كلها توحفة يعني انا بحب كمان قماشة خيمية قوي اام فبحب كل الوانه برضو هتلاقوا الوان كتير الاخدر والاحمر والازرق والرمادي وكنت عاملة قبل كده بنne ودي فكرة برضو لطيفة قوي. عملت منها النموزاجين دول. تقريبا كنت عاملة واحد تاني بس اديته لحد. هوريكو بقى دي شكل الشنطة كده. وبعد كيب نفتحه. ده بسكوتش. تفتحه كده. لقوه الشكل ده. كل ده ومشجوخ ومضخية كله يدوي. هتلاقوا كده جبين. كل جيب في مجموعة من القلوب. طبعا متانية كده عشان ولكنوا بلعبوا بيها. ده كده لون والجيب التاني يقافيه لون تاني. اعتقد انتم عارفتوا ايه اللعبة. زي تقدروا تلعبوا بيها. ممكن للاشكال القلوب دي تتعمل بقى نجوم دواير مربعات وانت تعمل شكل الاكس والاو. دي قديمة اوي من الحاجات اللي انا عاملها من زمان اوي. وبدأ نعد نلعب كده لطيفة وسهلة وتنفع للاطفال الصغيرين. لان كلها قماش ما فيهاش اي حاجة ممكن تقزيهم. اه كمان اه اللي مش نعم اوي. انا بص زي ما قلتلكم كده من الخامات اللي انا بحبها جدا جدا جدا. وبحب اشتغل بيها وعملت لها ورش كتير. بصو كمان بيلزق في بعضه كده. بس اه هو عشان اه ليه زي وبرة كده فبيلزق في بعضه. بقى لطيف اويا. المهم ده لون. وده كمان اللون تاني. بس مرهق شوية. برضو في جبين ولونين. كده فهمت الفكرة يعني. الحاجات تانية اللي كنت عاملها البوك الصغنان خالص ده. ده للكوينز او للعملات المعدنية. ده بس بقى بكابسونة مش سكوتش. اهو صغير ولطيف وكمان متين جدا. يعني ما يغرقوش يعني. كنت عاملها منه كزا لون. هوريكو شكلهم. اهم. بصوا بقى عالجميل ده بقى. دي شنط كده. من الجوخ برضو كلها. اه كنت مستمتعة جدا جدا فوق متخالي وانا بعملها. يعني عجباني الوانها واشكالها وعملها بقى ايه افنن بقى في شكل العيون وشكل الوش وشكل الشعر والالوان. برضو فيها كده سكوتش. وهي من جوة كبيرة. وكمان اه عاملالها بقى الحزان بداحة. بصوا الالوان الاول. وقلولي بقى اكتر لون عجبكم فيهم ايه برضو. ولو حابين اي حاجة من اللي احنا بنقول عليها دي نعملها ورشة او فيديو يعني قلولي. تتلبس كده ظاهر وممكن تتلمى كده وتلبس على الكتف او كروس. هوريكو شكلها برضو وهي ملبوسة. اه لطيفة انا بحقنا احباها. يا رب انتو كمان دي كده لو اتشالت كروس. ودي لو اتشالت ضهر. يا رأيكم بقى. دي برضو حاجات تانية من الجوخ بس مش عندي بقى نمازج منها. اسموها الفيزز دي ودي بقى كانت مدليات. عاملها برضو كلها كده خياطة وتطريز. بس دي كانت قديمة بقى قوي يعني. الكلام برضو مكتوب بالخيط. ما فيهاش اي لازق ولا اقلام ولا اي حاجة. ودي برضو كانت مدليا كلها من الجوخ بس محشية بقى فايبر. نرجع بقى. راجيت انا كتير معلش. نرجع بقى للشنط الجميلة اللي احنا هنعملها النهاردة. تقدروا طبعا تعملوها بقماش خيمية كده. انا عملها بالخيمية عشان كل صون طيبين بقى رمضان قرب. ممكن تعملو باي قماش انتو حبين وبقى اي لون تاني. برضو هتنفع. كتير بقى الموبايل والفلوس ومسلا لو فيه كارت فيزا او حاجات البسيطة دي نقدر نعمل بها مشاورنا. البنوتات الصغنانة ممكن ان هي تعملها كمشروع برضو اللطيفة قوي وسهلة. هتختاروا بقى لون الجوخ اللي انتو حابينه. انا هشتغل الشنطة بتاعت النهاردة باللون البينك ده. هنحتاج آآ شريحة مستطيلة عرضها تلاتاشر سنتي وطولها حوالي سبعة واربعين سنتي. تقدروا طبعا تكبرها وتصغروا براحكوا. من فوق كده هاقصها زي مسلس. عشان تبقى بالشكل انا ورتهلكو في اول الفيديو او ورتهلكو من شوية الاشكال اللي نعملها. وهنبدأ ان احنا نجيب جزء من هنا نتنيه. لفوق كده عشان نحدد بقى شكل الشنطة بالزبط ونسيب مسافة صغيرة. حوالي مسلا اتنين سنتي او سنتي ونصف. ونتني الجزء اللي فوق ده. انا كده حددت شكل الشنطة او ما اسها بقى بالزبط كده. تمام? هنبدأ بقى نشتغل عليه. اه اي قصائص بقى اه خيامية موجودة عندي. او زي ما قلتلكو لو حابين تعملوها بقماش تاني اي قماش برضو. حابين تسيبوها اصلا جوخ بس برضو تنفع وتبقى جميلة وتزينوها بقى بقى اشكال الجوخ. انا مسلا ممكن اخد الوردة دي. هابدأ اجيب الجزء اللي هو المفروض في وش الشنطة. وايس الجزء بتاعي ده. احاولي بس نصبك كده. وايس الجزء بتاعي ده. احدد كده بقلم رصاص او تبشيرة او اي حاجة. او اي ماركة او اي حاجة يعني نحدد بس الشكل عشان احنا بنقص يطلع مزبط. وهنزود عن التانية بتاعتنا دي جزء الفوق. هقولكو هنعمل بي اي دلوقتي. يعني هاخد كده المقاس بتاعي وهزود لفوق شوية. مش كتير يعني حوالي مسلا سنتي ونس او ننزان تي كده الفوق. بس كده ونبدأ بقى نقصه. المقاس حلف معها هيقص. اسكت. اسرف طبعا. نجيب مقاس صغيره. جبت مقاس جديد كنتي جايبين للمطبخ. هيشتغل يعني كله شغال. وهنقص بقى المقاس اللي احنا عملناهه نمشي على الخط بالزبط عشان يبقى مزبوط معينا. وبردو لو في اي زوايد هنقدر نعلكها بس يستحسن ايه? يبقى مزبوط ملعه. الميزة الحلوة في قماشي الخيامية ده ان كل جزء منه هيعمل لكم شكل مختلف تماما عن الجزء التاني. يعني هنا شكل مسلا الوردة دي لو اخدنا من الجزء اللي جانب وهيبقى شكل. وزي ما انا وردكو برضو الاشكال وهواريالكو تاني في اخر الفيديو. اه كل شنطة شكل مختلف. رمينة كده خلاص. حابتق بقى ان انا ايه? احاول ازبط بقى الشكل هنا. بتأكد انه كله تمام. نحط بقى كده. الجزء الزيادة اللي احنا سبناه المفروض انه هو اه نحنتنيه لجوه. بسه انا شلت الحتة لقيتها طويلة قوي فاشلت الجزء ده. مش عايزينه خلاص. عشان حبيت الوردة تنزل تحت اشتبهن. هنتني الجزء الزيادة ده الجوة. ولما تقفل هتبقى كده. خلاص كده شكلها حلو. هنشوف حاجة للحتة اللي فوق دي. ممكن نجبلها برضو اي شكل كده من القماش نفسه. نفس اللون. ممكن نحط جزء من دي كده. حسها مش ماشي قوي. هنشوف حاجة تانية. ممكن. ممكن. ممكن ناخد ايه? كده نشوف حاجة اللايقة عليها. ممكن برضو ناخد من نفس الشكل كده. اللي احنا اه وغدي منه اصلا. عشان يبقوا ماشيين مع بعض. ناخد مثل نگوزي ده. ممكن. 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 شكله يبقى عمل ازاي? نوس الزيادة. حلو لطيفي. انا مش عايزة حاجة بقى متنية الورا كده فهاشيل كل الزيادة دي مش عايزة. نبدأ بقى نقفل الشنطة بتاعتنا. هنحتاج مسد الشم. وهنجيب الجزء اللي متني ده هنبدأ نلزقه. نحط كده شمه ونلزق الجزء ده عشان يبقى الفنش بتاع الشنطة او الشكل النهائي بتاعها كله نضيف وشكله حلو. ده طبعا هيبقى الشنطة من جوه. مش هيبقى معانا التانية دي. هي هتبقى من جوه الشنطة. ممكن كويه برضو. هي حتة طلع كده زيدا نشيلها. نزبط بقى براحة اتناية. ممكن كمان تقدروا آآ تعدوا على على القماش ده بولاها او حاجة مع كل الحروف بحيس ما ينسلش او يطلع خيوط معاكو لو حبين. دي برضو كده نلزقها مكانها. نخلي بالنا قوي لو احنا صغيرين بنعمل الموضوع ده. اه حد كبير يساعدنا في اللازق لان المسادس الشامع بيبقى لسعته وحشة قوي. فلو انتو حد صغير اللي بتفرج علي اه نخلي حد كبير يساعد. شان لسعب داتو بتبقى الجامد اول. موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بينفصل كده عن بعده وبصوا ده هنجيب منه ونقص حتة صغيرة هو بيبقى جاية يعمل زي الشريط كده طويل زي كده في منه بقى اه ابيض واسود هنقص بس حتة صغيرة ونبدأ ان احنا نحط عيني ممكن الخطوة دي نعملها في الاخر خالص بس انا حبيت ايه اثبت مكان كل حاجة معايكو وبعد كده نقفل بقى الشنط وحطيت على جزء منها شمع ولزقتها بعد كده هحط بقى على الجزء اللي فوق ولزق القفلة بتاعت الشنط عشان تبقى مزبوطين في نفس المكان ونلزقش قطعة قطعة منهم لأ خليهم ملزقين في بعض ونبدأ ان احنا نقفل عليهم هاي بس جبس فتح بسهولة هي بقى شمع زيادة او كده دايما ننظف كده واحنا شغالي طيب احنا هنا ممكن نلزق بالشمع نلزق القماش ده في الجوغ بالشمع ونلزق الشنطة نفسها في بعضها بالشمع او نبدأ ان احنا نخيطها بصوا انا هنا مخيطة ازاي بس انا حب الخيطة عشان بقى شكلها جميل انا بحاوتها كلها خيطة بصوا تبقى من وراء ومن قدام شكلها حلو تقدروا تلزقوها بالشمع هتبقى برضو متينة وكل حاجة من الجناب وتلزقوا القماش الخيامية على الجوغ وتقدروا تخيطوها انا جايب الخيط القطن ده العادي جدا رخيصه موجود في كل حتة اي حد ببيع خيوط وزراير علوان بقى كتير تقدروا تختاروا اللون اللي اعجبكم انا هنا هاشتغل بالابيض هحط الخيط في الابرة ونبدأ ان احنا نشتغل وهوريكم ازاي نحط الخيط وهناستخدمه ازاي الناس اللي مش عارفة تستخدم الخيط ازاي هنبدأ ان احنا نحطه الخيط في الابرة وهنخلي طرف قصير وطرف طويل طرف قصير وطرف طويل وهناخد الطرف الطويل ده نعمل فيه عقدة هوريكم طريقة سهلة ان احنا نعمل عقدة بيها هون نلف على صبعنا كده ونبدأ ان احنا نبرومه كده ونطلع العقدة من تحت نشده لتحت كده هيتلع العقدة ممكن اوريكم مرة كمان هي مش لازم مرتين مرة واحدة كفاية بس انا بوريكم بس تاني بس كده الموضوع بسيط خالص داروا لتعقدوها باي طريقة طبعا لو انتم بتعقدو بطريقة تانية انا بوري بس لو فيه بناتات صغيرة بتباني او هتعمل الموضوع ووريها هتعمله ازاي احنا كده حطينا كل حاجة ما كانها مزبوط وهنبدأ نخيط بقى انا قلت لكم ممكن نلزأ او ممكن نخيط هنيجي من جوة بس انا ببدأ منين هنيجي من جوة من هنا ونبدأ ندخل دي عشان نداري العقدة اللي في الخيط عندنا هندخل كده عشان العقدة تبقى الجوة متبقاش بينه ويبقى شكلها مش حلو معين هنعمل بقى الغرزة ازاي هنبدأ الخيط هنجيبه عكس ادين اللي بنشغل بي انا بنشغل بادي اليمين هجيبه نحية الشمال وهندخل نسيب مسافة وهندخل الابرة ونخلي الخيط ورا الابرة نخلي الخيط ورا الابرة بالشكل ده ونبدأ ان احنا نطلع الخيط انا هنا عاملة خيط طويل قوي لو انتم مش هتقدروا يتحكموا فيه او هيدايقكم ممكن تعملوا حتة قزيرة وما تخلص بنربطها عادي جدا هوريكم بنربطها ازاي اخر الفيديو ونكمل اه نحط خيط جديد ونشتغل فيش اي مشكلة بس انا عاملها طويل عشان مبقاش فيه اي اه يعني انجز وعملوا كله على البعض اه الخيط من ورا ونبدأ نسحب الابرة زي ما قلتكم اللي بيحصل ده عشان بس الخيط مع اياه طويل احنا بنشتغل على خيط واحد احنا لو فاكرين احنا عقدنا نحية واحدة والناحية التانية لا احنا بنشغل على خيط واحد وكل من اه اه كل ما تخلص الحتة اللي هي الخيط واحد دي بنسحب الابرة بتاعتنا اهو خيط واحد بس شغالين بيه بنحاول بقى نخلي المسافات اللي ما بين الغرزة والغرزة قد بعدها يعني هوريكم بس كده بعدين هسرع لكم بقى الجزء ده مش هما نتويلش الفيديو ده بيبقى شكلها باينة من قدام اهي ومن ورا وفي خط كده في الجنب شو باينة ولا هكمل بقى كله هلف حوالين الشنطة كلها كده وصلنا بقى الاخر حتة خلص هنعملها بردو بنفس الطريقة هوريكم ازاي نعقد الخيط في الاخر الناس طبعا اللي مش عارف او اول مرة تخيط وزاي ما قلتلكو بردو قبل كده لو الخيط خلص منكم هتعقدوه بطريقة لنا هوريه لكم دي تبدأوا تحطوا خيط جديد من جنبه نشتغل هندخل كده الخيط نحاول نخلي العقدة من جوه عشان ما تبانش هنبدأ نحط الخيط كده في اي خيط قدامنا نشده وندخل الابرة من من الجزء ده نخليها في الوسط يعني اهو الجزء اللي فاضل ده هندخل الابرة من النص ونشد جامد ممكن نعقد كمان مرة ندخل كده الابرة ونبدأ ان احنا ندخلها في النص هنا ونشد جامد كده تعقد عندنا كويس نشيل بقى الخيط الزيادة ده بقيت كده عندنا كده عندنا الشنطة هي وبتتقفل بالطريقة دي بقى شكلها جميل ومتقفلة جدا الخيط ده متين وشكله حلو يعني هو ميسك الشنطة في بعض وفي نفس بقى شكله حلو ما بلايش نعمل بقى بالشمع وبعد كده نخيط لان هداينا اوي وحنا بنخيط يا اما نعمله بالشمع يا اما خياطة هنجيب اي حبل عندنا او خيط بقى انا جايبها عندي خيط مكرمية اللي حسيته لايء او اي حبل كده عندكم وهنبدأ نعمل ايدي الشنطة هنربط الخيط من ناحيتين او الحبل من ناحيتين علشان اا مع الاستخدام مايفكش مننا هريكن اللي زاقوا ازاي في الشنطة هجيب قماش من نفس اللون اللي انا اشتغلت به واقطع كده حدد صغيرة زي كده وهنبدأ نجيب مساد الشمع ومن جوه خالص عشان تقفيل الشنطة بتاعنا يبقى نضيف وشكله كويس وما فيهوش اي مشكلة او هنحط الشمع من جوه الجنب كده من جوه خلي بالنا قوي من الشمع عشان زي ما قلتلكم لساعته ووحشة قوي وهنحط بقى الخيط بتاعنا ده او الحبل بتاعنا من فوق العقدة كده وبعدين هنجيب مساد الشمع نحط جزء كمان وهنلزق عليه بقى قدعة القماش اللي احنا حطنا ونضغط جامد عليها اهو بسه جامد كده اهو بسه شكلها من جوه نضيف ازاي بس كده وماتين هنعمل نفس الكلام برضو الناحية التانية اشتركй لنزر الجوهات اشتركوا في القناة كده الشنطة بتاعتنا بتكون خلصت وتقفيلها نضيف. زي ما قلت لكم ممكن البنوتات الصغيرة يعملوها كمشروع. اه طول الحبل ده ايسوا عليكم. انا هنا عاملها تقريبا اتنين متر. بس انتم ممكن تقيسوا كده الحبل المقاسي المناسب بالنسبة لكم. والولي بقى ايه اكتر لون عجبكم. دي الالوان اللي عندي دلوقتي. وهديكم كمان. اه الوان كنت اعملها بل كده. طبعا اختلاف لون القماش نرماضي. وده احمر. اه دولة كان القماش اسود. وعملنا مع بعض بالقماش البينك. قلولي ايه اكتر لون اعجبكم في الكومنتات. ونسنينيها طبعا رأيكم في فيديو تحت في الكومنتات. واتمنى ان انتم تجربوا وتعملوها. وبعدوا لي تطبيقاتكم على جروب الفيسبوك او كنادي تليجرام. ببقى سعيدة جدا بتطبيقكم للاي فيديو. ما تنسوش تشوفوا بقى الفيديوهات على القناة سواء اشغال يدوية او تعليم للرسم الكبار والصغيرين. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايكوش للفيديو. وفعلوا الجرس ونصلكم كل فيديوهات الجديدة. نتقبل فيديوهات تانية على خير بازن الله.